التواضع خلق إنساني نبيل وقد حثن الإسلام على الاتصاف به حيث قال الله تعالى واخفض جناحك لمن أتبعك من المؤمنين للتواضع أهمية كبيرة في حياتنا فهو أساس رفعتنا في الدنيا والآخرة وننال محبة الله والمحيطين بنا وسبب من أسباب انتشار الصفات النبيلة كالاحترام والوفاء وبيه نتخلص من الصفات السيئة كالعداوة والتفاخر والتباهي والتكبر فهو يساعدنا على بناء وتعزيز العلاقات الاجتماعية ويعمل على علو شأن صاحبه ويساهم في نمو شخصية الفرد ويحقق التكافل والترابط بين الناس ومن مظاهر التواضع تواضع العبد مع ربه والاقتداء بالرسل وبأخلاقهم النبيلة وعدم التعالي عند الحديث مع الآخرين وحسن معاملة الخدم ومجالسة الفقراء والمساكين والمحتاجين وتقديم المساعدات لهم واحترام الآراء وغيرها علينا أن نتواضع في حياتنا ليقدر لنا الله كل الخير ويسدد خطان ويكتب لنا التوفيق والنجاح أينما نسعى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا